موسيقى اليوم نتحدث عن هيئة مهمة جدا تعمل على نشر فكرة السلام وخصوصا بين فئة الشباب من خلال مخاطبتهم بأفكار ابتكارية تحاكي جيل الشباب نتحدث أكتر عن هيئة أجيال السلام مع الدكتور مهند عربيات رئيس هيئة أجيال السلام صباح الخير وأهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك دكتور مهند فخورين جدا إحنا فيكم بالأردن لأنه كيف منذ عام 2007 لما تأسستوا صرتوا مدربين أكتر من 9500 شاب متطوع بخمسين دولة عالمية يعني عربية وأوروبية وبآسيا أيضا فهذه أعبال رائعة جدا اللي عم بتقوموا فيها فأحكي لنا أكتر كيف توظيف الرياضة ببناءها القادة هلأ قبل ما أحكي عن توظيف الرياضة بدي أحكي عن الهيئة بشكل عام الهيئة تأسست عام 2007 كمبادرة للجنة الولمبية الأردنية رئيس مجلس إدارتنا ومؤسسنا هو سمو الأمير فيصل أول ما بلشت الهيئة كانت اسمها سبورتس روو بيس بيس روو سبورتس يا ربي اللي هي فكرة السلام من خلال الرياضة وخلال تطورنا كمؤسسة وعملنا في خمسين دولة بلشنا نضيف أدوات أخرى على الأشياء اللي موجودة عندنا غير رياضة منها الفن منها الحوار منها كسب التأييد ومنها التمكين الاقتصادي وحسب المكان اللي إحنا موجودين فيه منستخدم التول المناسبة كهيئة أجيال سلام لما منحكي عن السلام منحكي عن السلام بمعنى الإيجابي هلأ فيه نوعين سلام فيه سلام إيجابي وسلام سلبي منحكي فيه السلام السلبي اللي هو بس فيه حالة من غياب الصراع بس بتحس إنه فيه إشي تحت التيار السلام الإيجابي اللي إحنا بنشتغله اللي هو فعليا سلام بيكون فيه تقدير للتنوع تقدير للآخر وبناء عليه في بصير عندنا انتاجية أعلى بصير فيه تقبل للآخر بشكل أكبر الهيئة برضو زي ما حكيتي انتي اشتغلنا تقريبا في خمسين دولة فإحنا منظمة عالمية مقرنا الأردن اشتغلنا في خمسين دولة خلال العشر سنوات الماضية ودربنا تقريبا بحب أحكي عشر تلاف نحن نحكي تسعة تلاف بمعنى فهم عشر تلاف وإحنا زي ما بنسميها حركة متطوعين والموديل تبعنا باعتمد على تمكين الشباب وامدادهم بقدرات بحيث هم يشتغلوا بالمكان اللي موجودين فيه طيب إذن فكرة السلام عن طريق الرياضة فإنتوا دخلتوا إلى مدخل مهم جدا تقدروا يتحاكوا في الشباب زي ما حكيت بلجتوا بالرياضة ومن بعدها دخلتوا إلى مناحي أخرى الشباب أكيد سيكونوا مهتمين فيها بشكل كبير خصوصا إذا كانت بطريقة ممتعة نقدر نقول بالنسبة لهم وهي الفنون وغيره فحكينا يعني من البداية كيف دخلتوا إلى عالم الرياضة وإلى نشر فكرة السلام يعني وكل ما يندرج تحت مسمى السلام أكيد زي ما حكينا إحنا بلشنا كمبادرة لللجنة الأولمبية الأردنية فالرياضة زي ما حكينا في الـ DNA تبعنا موجودة في العمود الفقر هي أساسي بالنسبة لنا وإحنا برضو كمؤسسة عالمية أردنية إحنا المؤسسة الوحيدة اللي معترف فيها من اللجنة الأولمبية العالمية وكمان معلومات إضافية إحنا ترتيبنا على العالم 34 حسب الـ NGO Advisor تقريبا أول 500 NGO في العالم ترتيبنا 34 وهذا فخر بالنسبة للوردن وكمان الترتيب إحنا الثاني على العالم في منظمات بناء السلام من خلال الرياضة فهي كلها بالشغلات بالنسبة لنا مهمة لما بنحكي عن الرياضة ليش الرياضة مهمة لغة العالم تجمعنا كلنا هي إشي بيوفر مساحة وبتسمح لنا أنه نتغاضع عن كتير شغلات اللون العرق الدين الجنس كل هاي الأشياء بتسمح لنا نتجاوزها وبتحطنا في مكان إحنا بنكون فيه مرتاحين فزي ما حكيت بلشنا بالرياضة وخلال شغلنا بالخمسين دولة خلال عشر السنوات الماضية لقينا أنه في مجال إحنا نتوسع في الأدوات اللي بنستعملها دخلنا الفن والفن هنا ما بنحكي ممكن ناس بتفكر فن عبارة عن رسم لا الفن بيشمل الرسم بيشمل المسرح التفاعلي لعب الأدوار الموسيقى وكل هاي الأشياء بعدين في عنا أضفنا اللي هي فكرة كسب التأييد اللي هي منشتغل بسموها الـ في المجتمعات بحيث المجتمع نفسه يتعرف على موضوع أو مشكلة موجودة عنده وكيف إحنا ممكن نجمع الناس حوالين هاي الأشياء ونحلها بعدين ننتقل لمرحلة الحوار اللي هي منجمع خلينا نحكي الناس اللي تراتبيتهم في المجتمع أعلى والشاكل والصراع اللي موجود عنا في المجتمعات وآخر إشي وهو جزء بسيط من عملنا باعتمد على فكرة الـ اللي هي فكرة تمكين الناس اللي خلينا نحكي معلقين في مكان ممكن يلجأوا من أجله للعنف لسبب اقتصادي فهونا أنت ممكن توفرهم شغلات بسيطة سكلز اللي ممكن تساعدهم يطلعوا من هاي المشكلة أصليح خلويات شغلات بسيطة اللي توفر له دخل يطلع من الإشي اللي ممكن يوصلوا للعنف حلو هلأ كيف شكل فعالياتكم أنا كتير حبيت إنه احترام التنوع الاحتفال بتنوع كأدام للإبداع والتميز كيف شكل الفعاليات طبعتكم بتكون شكل الفعاليات طبعتنا هلأ إحنا لما إذا بدي أخذ مثال الأردن كأكزامبل جزء من البليف سبعتنا أو الشغلات اللي من آمن فيها إنه لما منروح على مجتمع إحنا مش بالضرورة منعرف شو المشاكل اللي موجودة فهذا جزء من التواضع اللي موجود عندنا منحب إنه إحنا نكون متواضعين لما نروح على مكان لأنه إحنا فعليا ما منعرف الناس اللي موجودين في هذا المكان هم اللي بعرفوا مشاكلهم فهم اللي لازموا حددوا شو المشكلة اللي موجودة عندهم اللي ممكن تأدي لعنف فهي واحدة من الشغلات المهمة بالنسبة لنا لما منحكي عن مؤسسات موجودة داخل المجتمع نفسه كتير من شغلنا بيكون في المدارس المدرسة هي عبارة عن مؤسسة موجودة داخل المجتمع فشغلنا بيكون مع المعلمين المعلمين جزء أساسي من المجتمع جزء أساسي من العملية مش بس التعليمية تربوية للطلاب فلما منحكي عن إفنس وكيف تصير عملية التدريب منيجي على برنامج معين مدرسة معينة تصير عملية التدريب للمعلمين على فترة تقريباً خمس لست أيام بأخذوا فيها مناهج معينة بتساعدهم كيف هم يبنوا البرنامج كيف هم يتعرفوا على المشاكل اللي موجودة عندهم وإحنا بس منزودهم بالتولز الشغلات اللي هم ممكن يستعملوها ليحلوا الأشياء اللي موجودة عندهم طيب هلأ إحنا برضو حابين يعني أنه أيضاً من أجل نشر السلام أنتو بتشتغلوا على جانب مهم جداً وفئة مهمة جداً أنه عم تشتغلوا على استقطاب المتطوعين وفكرة التطوع بحد ذاتها هي بتخلي الواحد يكون في عنده قبول للاختلاف قبول للآخر تقبل فكرة التفكير والحوار والمساعدة وخدمة المجتمع فإحكي لنا أكتر كيف الناس أولاً بقدروا يتواصلوا معاكم بموضوع التطوع وكيف بتم أيضاً استقطاب المتطوعين لا زي ما حكيت إحنا تتسمى بالإنجليزي بحكوها volunteer movement فإحنا حركة متطوعين المدل تبعنا هذا هو نقل معرفة إحنا موجودة عندنا معرفة مندرب والتدريب بالنسبة لأنه ما إلوه أي أثر إذا ما كان فعلياً فيه متابعة واستمرارية فبتلاقي عندنا ورشي هون ورشي هناك شبابنا معلمين من ورشي لورشي قاعدين بتنقلوا بس هل فعلياً عم بيستفيدوا هل فيه متابعة بعديها ولا لا هلأ حركة أو مرحلة التطوع عندنا زي ما حكيت بما أننا volunteer movement وإدارة التطوع كثير صعبة فلازم نكون selective أو اختياريين في انتقاءنا للمتطوعين لأنه بدنا ناس عندها passion والتزام commitment للإشي اللي عم نشتغل عليه فهي very selective إحنا اختياريين جداً في الناس اللي بيشتغلوا معانا لأنه هاي بتطلب ناس عم تشتغل من قلبه رب يعني ما بدها مش عم بتدور على مصاري مش عم بتدور على إشي بتدور على output في المجتمع خدمة إلها للمشكلة فإحنا بيبلشوا معانا في إشي منسميه المندوبين بعد تدريب بتلقوا تدريب مكثف لفترة خمس لست أيام بعدين بيصير ذهابهم للمكان اللي بيشتغلوا فيه سواء كان المجتمع المدرسة المركز الشبابي أو أي مكان بتبلش البروسيس هاي بيشتغلوا على برنامج بالعادة بتكون مدة 12 شهر بعد ما يخلصوا يكونوا ناجحين في تطبيق هذا البرنامج بيصير في عملية certification زي شهادة إلهم بنتقلوا من مرحلة المندوب لمرحلة الرائد وهاي بالنسبة إلنا برضو جزء من الـ DNA تبعنا وبيدي أرجع لفكرة ليش اسمنا generations for peace فيه ثلاث أسباب رئيسية سمو الأمير فيصل جلالة المغفور لو الملك حسين الله يرحمه معروف عن الهاشميين التزامهم بالسلام ودائما سعيهم نحو السلام فهاي أول مرحلة إحنا أجيال من أجل السلام الشغلة الثانية حتى نحقق السلام السلام مش إشي بنقدر نحققه بيوم وليلة فهو بحتاج فعليا لأجيال لتحقيقه فهي إشي طويل الأمل والشغلة الثالثة اللي هي هلأ المودل اللي حكيت عنه اللي هي فكرة إحنا بننقل معرفة وهاي المعرفة بتنتقل لجيل ومن جيل لجيل وإحنا هلأ في وصلنا لمرحلة الحمد لله المتطوعين أو البايونيرز الرواد بالجيل السادس فهم فعليا تخرجوا من أوليتها صار متدرب بعديها خمس أجيال يعني نحن لكم يعطيكم ألف عافية وشكرا لكم وأهلا وسهلا فيك دكتور مهند شرفنا يسعدك إذا ناس عم بسمعوا حابين ينضموا لألكم وين بروحوا طبعا بكل تأكيد موجودين على الفيسبوك والويبسايت تبعنا generationsforpeace.ngo ونعطيكم المعلومات كمان شكرا لكم كل الشكر إليك